كلمة للتقريب بين السنة والشيعة ما شتخي دقيقة مجلسة من خلال المضافة نعم 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 جلال من نوقف من الدقيقة نعم تقريب ما عرض نعم كلمة للتقريب أقول أولا ما ذكرت في جاني من سفاتفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرجود علمها في كتاب حقبة المنسكالين وكتاب تشف الجاني لأنه الآن يسرد ويهضر هجرا لا يمكن أبدا أن نرد على هذا الهديان في أمثال هذا الوقت كما ترون هي ربع ساعة أو أقل أنا أطلب من مثقف الشيعة ومن عقلائهم أن يعلنوا براءتهم من هذه الكتب ومن مؤلفها وأن تخرج فتوى صريحة من الحوزات تعلن كثرة من يقول بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى وعدم طبعي تلك الكتب التي تثير النعرات التي تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تطعر في عرضه صلوات الله وسلامه عليه وأن يمكنع علماؤهم وخطباؤهم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعقل؟ أن يسبوا من هم خير عندنا من آبائنا وأمهاتنا ثم يقولوا كفوا عنا لا والله لا نكف عنكم إن سببتم أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم والله إنهم عندنا أحدوا إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن أنفسنا كذابتا وكذا آل بلس النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا نكف عنكم حتى تكف عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولذلك هذه الكلمة أوجهها من خلال هذا المنبر أنا أشكر شكرا جزيلا عنيقا الدكتور محمد الهاشم على إتاحة هذه الفرصة حتى يعرف الناس الحق فإن معرفة الحق هي أول طريق للوصول إليه وأنا أدعو دعوة واحدة جميع الشيعة في هذا الزمن أدعوكم فقط إلى تصفح كتاب الكافي إلى قراءة إلى سياحة في عالم هذا الكتاب الذي هو أعظم وأفقل وأفقل وأشرف كتاب عندكم لم يؤلف كتاب في الإسلام يواجه أو يدل تقرأوا هذا الكتاب وعرفوا من أين تأخذون دينكم وارجوا إلى أكتب الله ودعوكم أبت الرهات ودعوكم الله تبارك وتعالى خيران وعن آسف كنت رفعت صوتكم ولكن المقام لا أظن أنه كان يستحق ذلك إن السبيل إلى الاتفاق أن يعلن علماء الشيعة أمام الملع عقيدتهم دون تقية في القرآن والصحابة وأهل السنة وغير ذلك وذلك أن الشيعة قد تهوا يسمعون الحسينيات شيئا وهنا يسمعون شيئا آخر التجاني يكفر الصحابة ويقول صاحبه النجلي لا نكفر التجاني اتمن بخار المسلمة والنجلي يقول فارلان النجلي يقول أنتم مسلمون ثم يقول ولستم مؤمنين ثم يقول بل مؤمنون والنجلي يقول لانا سوف التجاني يسكفر محسن المعلم يقول أو بكر وعمر وعثمان وغيرهم نواصب وهنا يقول صاحبنا الدكتور الموسوي أن نواصب كفار ثم يمكنع من إجابة هل هم نواصب أو لا يا شيعة العالم تجربوا قالها قبل موسى الموسوي في كتابه يا شيعة العالم تجرب وقال في كتابه الشيعة والتصحي ألنسوا يرون في كتبه إذا عارض قولنا كتاب الله فاضربوا بذي عرض الحائق ونحن نقول لكم فاضربوا بأقوال علمائكم عرض الحائق إذا خالفت كتاب الله تبارك وتعالى وارفعوا إلى ختاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلاه إني لكم ناصر وإني عليكم مشرق أرأيتم كيف يربطونكم بآياتهم كل عالم يصحف الحديث أو يضعف لا قواعد يجب الانتزام بها والآن رأيتم حديث باطل مع أن اسم له فقات كما قالت ومع هذا يقول حديث باطل أين التصحيح أين التضعيف لا تجي شيئا نزال لماذا لا يتعلق الشيعة الثلاثنى عشرية بلا إما الثلاثنى عشر لماذا تقلدون هؤلاء أهل العماء لماذا تقلدون لإما الثلاثنى عشر أين مروا ياتم أين أحدث الرسل أرجو إلى كتبكم أقرأوا كتبكم نريد أن نرجعكم إلى دينكم أرجو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم إن نقلت القرآن هم نقلة السنة فإن كانوا اتقاثا في نقل القرآن فهم اتقاثا في نقل السنة أنا إلى الآن لم أجد من يحاور ويريد الحق أقومها فراحة إلى الآن لم أجد لأنه يماطل يجادل يدور يلف لا يجيب إجابات صريحة أنا الآن فقط أسم بسور أنا آسف جدا أنا آسف جدا فقط حتى يجل اللبس فقط من قال عني إني أسبو الزهراء رضي الله عنه كما سمعتم جميعا ابنتي الكبرى فاطمة وأنا كنت ألقى بأبي الزهراء ولكن على كل حال والله الذي لا إله عن الله نشهد الله على حبها وأما قلوه إني أقول إنها من قصة لها والله الذي لا إله إلا هو ما هاتذة من أمر وإنما قلت كما قال الله دبارك وتعالى وتعالى الله جل وعلا عن المتج عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليستنونك عن الذي أوحينا إليك لدفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أنت فتناك لقد كثت فتن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وبعف اللماء ثم لا تجد لك علينا مصر أنا قلتم تتذبون على فاطمة عندما قلتم أمرت ألا يحبط لنساء وكر وأن لا يصد عليها وأن لا التتذبون عليها فإن كان وقع ذلك فهو لم يقع فإن كان وقع ذلك فهي من قصة الله إذا قلت يتغلاتنا لم تقل ذلك رضي الله عنها وأرضاه فل هذا تذبون عليها أبو قاطمة شكرا جديدا لك حسنا وإلى الله وإلى الله في حوارات هذا السبوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر